كوتش ماليكا صباح النور صباح النور سيد عائشة صباح النور مخرجة ديالنا الشابة صباح الخير مستمعين كاب راديو أهلا وسهلا بكم مرحبا بك كوتش ماليكا إذا كوتش كيف ما قلت اليوم إن شاء الله غنتكلم معلم معك على واحد الموضوع جميل جدا وهو الرضا نعم ولكن غادي نحرف معك أيضا فرق بين الرضا والكسل أو الخمول أو الدلع أو أول حاجة أنو سيد عائشة الرضا شنو هي 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 عبارة عن عبادة هي عبادة قلبية هي عبادة كتكون في القلب من القلب أغادي نشرح لك شنو هو الرضا شرح المستمعين شنو هو القلب هو يا الرضا هو أنو راضية بالموجود راضية باللي عندي بعد ما بدلت مجهود نعم وصلت أنا لهذا المستوى هذا لهذا الحاجة هدي بدلت واحد المجهود تعبت تجتهدت أعملت اللي عليا يعني كان سماو إحنا السعي سعينا نعم السعيتي وصلت لهذا المرحلة إذا أنا أبدلت المجهود يعني هو الرضا بالموجود بعد بدل المجهود يعني أعملت اللي عليا بحالي كان نقول أنا أعملت اللي عليا كامل أنا الواحد كبقوا بعد المرات وخحنا أعملنا اللي عليا ما كان رضا وش كتلقى بقي كتلوا مراسك كتلقى بقي حتى وإن كتقول الحمد لله إلا لاحتي أستاذ عائشة حتى المستمعين غاد يلاحظوها معنا كنقوله يوى الحمد لله صافي صحي هذه أنا مني كنت سمعها كي ما كتعجبنيش صراحة لأن الحمد لله صافي بمعنى أنا غير كنقول الحمد لله ولكن أنا ما راضياش بهذا الأقدار لأنها هي أقدار أقدار من الله سبحانه وتعالى وبالتالي عليش كنقولك قلبية لأن ذاك الحمد لله ما طلعاش من قلبك ذاك الحمد لله ديالك بقي فيها واحد الحزن بقي فيها واحد عدم القبول من ذاك الشي اللي عندك وإحنا الرضا هنا يشن هو أنني قابلة بهذا الشي اللي وصلت لي دابا هنا يا درس اللي عليا بما يكفي بطريقة صحيحة أكيد وبالتالي هنا هاتش اللي بغا لي الله سبحانه وتعالى في هذا لقيتها هاشنو بغا لي إذن هنا يمنيكا نقول أنا الحمد لله وصلت لهذا الشي دابا وأنا غادي مازال نكمل وسدعي شخصنا نعرفو إحنا كاملين ومستمعين أننا نحن في واحد حياتنا كلها نواقص إحنا نقصين أنا نقصا تنا نقصة وكنت عاملوا مع بعضياتنا على أساس أنه نشنو كل واحد فيه النقص ديالو كامل من كامل لله سبحانه وتعالى وبالتالي إلا تقبلت أنني نتعامل معك وتعامل معي بهذا النواقص ديالي هذا هو الجمال هذا هو الرضا هذا هو أن نقول الحمد لله إحنا الله سبحانه وتعالى ملي كنعملوا خطأ عرفنا إحنا نقصين كنعملوا خطأ كنرتكبوا شي خطأ هو باش كي شنو عنده هو ديك الصيفة الجميلة اللي عنده سبحانه أنه كيغفر لينا كيعوض لنا هاد النقص اللي فينا ديال أننا خطأين وهذا هدا 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 طبيعي جدا شنو هو أنه الغفران بالغفران نعم أنت كتسعة وصلت هنا يا ربي شنو كي يدير كي يبارك كي يبارك لنا في ديك السعي ديالنا وهنا كان هنا هنا اللي بغيت أننا نفهمه أن هنا يا اللي إحنا بغينا كان قلبه على الريضة الريضة وهو أنك تكون كتحصل على أشياء نقصة وكتسعة أنك تكملها بديك النواقس ديالها يعني مثلا أنا غنجيك مثلا العلاقات الزوجية إحنا عارفين أنا ما كانش اللي عايش علاقة زوجية مرتاحة مية في المية وميتالية لا ما كانش لا ما كانش يعني ضروري ما تكون أزامات ضروري ما تكون خلافات واللي كي نضرب لهذه الخلافات بهذا المفهم ديال الريضة بأن أنا فيها نقص ونتفيك نقص ونقبله بعضياتنا ونتعامله على هذا الأساس وعرفتين بعض المرات في العلاقات الزوجية ذاك النقص هو اللي كي خليها أنك كتكتشف ذاك الإنسان أنك كتعرف وأنك كتقبل عليه أنك كتك أقول لك ووصلنا لبعضياتنا أنه ما كانش ذاك الحب بيناتنا أه ما كانش ذاك الحب اللي بيناتنا ولكن كين حاجة أخرين لهما في هذه العلاقة اللي هي علاقة ود علاقة رعاية علاقة صبر كنردى بهذا الإنسان هذا مدام أنه ما فيه أنا كأقول لك راح نكملي فينا نواقص فينا عيوبنا وبالتالي مدام إلا كان هادلعيب هذا ما كيدرنيش بزاف ما أنا شي تحت وحد الضغط وكين نواقص اللي هي أنا نقدر نتغاضع ليها أنا نقدر نتفهمها ونتقبلها ونردى بها وكين أستد عائشة لا زوج ولا زوجة منك يشوف فيه هادلعيبه وهذا النقص بالعكس منك يلقى حاول أنني نمشي القدام الرضاكي أن الناس لديهم مستويات لشهادات ويوصل أن توظف في الوظيفة umani هناك أتم cinal ألaga بأن ا weed اجتهت كريت وخدمت على رأسي اعbecause وصلت لهذه الوظيفة التي لديها المقدار المحدود للصالير وأنا كنت أريد أكثر. هنا كنهضر على الريضة. هنا الريضة مني يأتي. ما يعطينا؟ يعطينا نعرف حسن التدبير. يعطينا أنني نعرف كيف نجري الميزانية ديالي. يعطينا هنا أنني نتعلم ما هي الكماليات وما هي الأساسيات. وكيعلمني أنني نسعى الكثير. هناك يكون الريضة. لأنك يكون الريضة مرتاحين. ما يعطينا الريضة؟ أهم حاجة أنك يجعلنا فعلا مرتاحين. فيها الخير. مطمئنين. عندما يكون هناك ندابة. أنا خدامة. أنا كنسعى. أنا كنسعى. أنا كنسعى. أنا كنسعى. هذه هي اللي. ما بين الريضة والكسال. والجشع والطمع. هنا الريضة هنا في وسط منهم. ما بين هذا الجوش هذا. ما بين لي أنه. كسول ما كيعملت حاجة. وكيقول لك. ما بين الريضة. لأنني أنا عملت وبدلت مجهود. وصلت. وكان أحمد الله ونشكره عليها. من قلبي. وراضية من قلبي. ما كان هادرش على الكاس واللي قاس. كيقول لك. وما كان هادرش على الجشع. على الطمع. اللي ذاك الإنسان اللي كيبقى غير. غير. غير ياخد. وكيقول لك. شنقص هو عنده. وغير يعطيني. صحيح. ما راضيش هو عنده. ما راضيش بدك الشي اللي عنده. علش. هنا غندخلك أنا. في حاجة أخرى اللي كنت أنا. النقطة اللي جات. جات. سبحان الله جات مباشرة يعني. بتي القائية. وهو أننا نحن. الريضة شنو كيعطينا. الريضة كيعطيك أنك تكون مكتافية بداتك. أعرفتي شنو كي يخليك الريضة كيعطيك واحد لك أنك مدخلش مقارنة مع الآخر. كان كتافي بداتي. اللي عندي أنا. الحمد لله. كان شوف لي. لكن أقول لكي تقلس كيني الناس اللي كتقلس معهم. مثلا إلى سولتها. لا شي حاجة عنده. هو كيكون ذاك الإنسان اللي عينه كبيرا كقوله حنا يوم. ما كيني الناس اللي يسولك مثلا على ساك. تليفونك. بحال أنت يقول لك ساعتك زوينة وهذا. كان أهدر معك. وانا قلبي عامر. وانا ما دخلش معك في مقارنة ما بين ساعة ديالي وساعة ديالك. ما دخلش معك في مقارنة ما بين تليفوني وتليفونك. أنت عندك تليفون كثير مني وأغلى من ديالي وأغلى وأرخص. لا. أنا أهدر على أنك أقول لك أديك الحاجاتي الكزوينة وعجبتني بساعتك ورحتك. يعني بغيت هالك. ما غدخلش معك في مقارنة. أنت هنا عندك وأنا ما عندي شيء وعلى شو. عندك الحسد والغيرة والحق يعني عندك يكون مشي سيفات. كيخلي كيخليني أنا اللي ما راضياش بدك شي اللي عندي. النفسيين أرى أعاني لأنه ما راضياش بدك شي اللي عندي. رغم أنه اللي عندي مزيون. ما اللي عندي تينا. أرى أرى كيفيني وهو اللي عندي أنا حاليا. هو اللي اللي خصي يكون عندي وأنا غادي نزيل. وانشي اللي بحل ديالك. فهمتي؟ لأن نحنا يا أدبا أستدها إيشا صراحة العصر ديالنا عصر مقارنات. بهات شي ديال وسائل التواصل الاجتماعي اللي كنشوفوها. هادي صور هادي صافر. والحاجة الطبيعية ما بقتش وحل حاجة رجعت وحل حاجة زمان. أكيد دبعنا يا ولينا كنصورو أتفهل الأشياء اللي هي أنا في نظاري. أنا نصور شنو كان أكل نصور شنو كان لبسه نصور شنو. يعني حاجة اللي هي كتخلي الآخر اللي ما راضيش. اللي مشي قوي نفسيا ومؤمن بدك شي اللي عنده. وحمد الله وشكره من قلبه أنه ما يشوفش لهات شي هذا. أنا أصلا إحنا يارا كنقول إحنا كل شي نقصرة ما كانش اللي كتشوفه في مواقع التواصل الاجتماعي راح عايش في الجنة. ما عايش الكماليات. كسورو اللي بغاوه. كسورو لك هما اللي بغاوهما. وبالتالي إحنا عندنا شبابنا عندنا عندنا البنيتات ديالنا اللي خصوهم يبعوا بهات شي هذا. هرا مشي كل شي اللي كيشوفوه هرا كاين. إحنا أولينا على هات شي ديال تغيرات. تغيرات بذات حتى 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 بنحية الجمال بالنسبة للبنات. وبالتالي كتلقي واحد المعاناة بالنسبة لبنات أنها تخصت بان في أبهاصورة تكون زوينة تكون وتكون 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 لاي طاي وا 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 وا. ولكن. ولش ما نكونش أنا رادية بهات شي اللي عندي. هنا يا مثال أنا غندر بوي أستاذ عائشة واحد سيد كان في قروب ديال عنهم قروب في واحد نادي ديال الرياضة. وهو مرض بالغودة. الغودة أعطته أنه تزد في الوزن دياله. وبالتالي طبع دياله أعطاه واحد الحيمية وأعطاه الرياضة اللي خاصه يعمل في داك الكلوب. وهو قال أنه أن في واحد اللحظة فوقش ما كنشوف راسي في المراية ما كعجبنيش راسي ما راضيش على راسي. رغم أني أني تابع الحيمية ديالي تابع رياضة ديالي. قال له وصلت في واحد الوقت أني رضيت بهات شي اللي أنا. عليك أن نقول لك الرضا بعد السعي وبعد بدل المجهود. قال له أنا كنعمل الحيمية. هو كتبها في داك الكلوب. أنا كنعمل الحيمية. كنعمل الرجيم ديالي على أكمل وجه. كنعمل الرياضة ديالي اللي خاصني نعملها وأنا في هذه الحالة هذه. وبالتالي دابا رضيت بنفسي كنشوف المراية وأنا مرتاح ومطمئن وراضي على نفسي لأن أنا كنسعة. وأنا قال له أنا عارف أن في يوم من الأيام قادي نوصل ذاك الشي اللي بريد. ولكن أنا حاليا ما بقيتش بحل يكون سفوقش ما كنشوف راسي في المراية كنقول. أنا رغم هذا شي كامل وأنا ما راضيش على على نفسه. قال له أنا دابا رضيت. أنا غانعمل الرجيم ديالي وكان عمله. يعني اللي عليه عمله. يعني اللي عليه عمله. وأنا عارف أن الله سبحانه وتعالى غاد يعطيني. غادين نوصل ذاك الشي اللي بريد. ولكن بريضة براحة نفسية. بطمئنينية. ماشي بصراع. ماشي بمقارنة هادك. لا هادك ولا وهذا ما ولاد شي مع. هذا هذا الرضا يعني شي حاجة اللي كتخلينا أنني ما نشوف الآخر ما نقارن ش راسي. مقارنة شنو هي هي أني كنقص من راسي. أني أنا أقل من هادك أو من هادك. كتعترف أنك أقل من ذاك الشخص اللي إذا كتقارن من نفسك. يعني هنا يا رضا شنو كيعطيني. كيعطيني بعد قيمة لراسي. أني أنا كشخص كإنسان كإنسانة. راضي براسي بقسان عبر راسي وعندي قيمة. بدا هادشي لي هادا اللي عندي ولا خدمة على راسي. أنا كنقول دائما. أرى الرضا كيجي شنو كيجي بالعمل كيجي بالتعاب كيجي بالتضحية. إحنا ولدتنا إحنا اللي عنا ولدتنا شنو. أرى كنتعبوا عليهم كنتضحيوا عليهم. علش باش أني نشوف واحد التمارة اللي عندي ها هي. ورادية بهادشي اللي عندي. لأني أنا عملت وسعيد وربي معايا. ها هو ربي كيعطيك واحد التمارة اللي هي كنتشوف فيها. زويونا راضية عليها. هادا هو الرضا. كينا أستدعي شعوتيني شنو كيعطينا الرضا كيعطيك أنه الباركة. مني كن كنا راضية على حياتي في جميع جوانبها. لا المالية لا. في علاقاتي مع مع زوج جالي في علاقاتي مع أبنائي. في كل شي كي يحطينا الباركة. هلاش؟ لأنك أنتي ما ما. مشي دائما متدمرة. مشي دائما مخصوصة. مشي دائما ما عنديش. وكينا الناس اللي عندهم. وهما دائما كتشكي. إحنا لاحظناها أنها عندها تبارك الله. يعني ربي أعطاها. وهي دائما كتشكي في شي حاجة اللي هما. وانا أخصني ما زال أه. ولكن دابا. وما نقولش الحمد لله. يعني إنسان يشوف الحالة دي. وأكيد غلقى حسم ديال. مثلا للناس. أولا نشوف الحالة اللي كانت قديمة. قديمة. كيفاش كنت ودابا كيفاش وصلت. كينا الناس اللي يعني. أنا كنشوفهم وأكيد حتى المستمعين. ولا ولا أنتم. ما غتكون عندكم في حياتكم اللي هما. ما راضيينش تماما. ما كانوش راضيين من قبل ما كانش عندهم. وما راضيينش هما عندهم. دائما كتلقاه كيشكي. كاي اللي كيكون مريض. ولكن كاي اللي كيكون سيد عائشة. أنا كنت الوليدة ديالي الله رحمها. مريضة وهي راضية. كنت نهضر معها أنا. هي في الناظر. وأنا هنا. وماما كي دائرة لا بس اشخبار كهذا. كتلقيها راضية. الحمد لله بنتي. الحمد لله. أه وأنا شربت ديالي وخديت هذه. كتلقيها. مشي ديك الأم أبو أولا كترعي. كدك دك البعد ديالك لأنك أنت ما ما شايفهاش. كتتخل عليها وهذا. وثانيا ديك الإنسان اللي كانت راضية. بدك شلي فيها. أنا كان أخذ ديالي. أنا هادي أنا هادي. يعني كتحسي معها بوحد الطمأنين الله يرحمها. وأنتي كتاهدر معها. وكي الناس اللي يالله جغح را قدرنا سرا يعني. يعني أنا كيني الناس اللي كان عرفهم. آلوش خبارك لا بس. عرفت اليوم وراسي صبحت كي يعمل لي كي يفعل لي كي. يعني إحنا هادو كينين في حياتنا. هلاش لأنه ما كانش الريضة أني صبحت الحمد لله. إحنا بقي وسدعي شاكين كتير اللي ما عرفش نعم ديالله سبحانه وتعالى. أني مجرد من نوضون فيق ونح العينية. أرى نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. مجرد من نوضون هبطون تمشي على الرجلية. نعمة من عند الله سبحانه وتعالى. نحمد عليها الله ونرضى بها. لأنه هي شي حاجة اللي هي. فعلا كيني نياس ما عندهم شغير كيت منه. وغير أنا نوض الصباحي. أنت مش شاوي شاوي خرجه. يقبلوا نفسهم بنفسهم. ميكونش عندهم. أكيد 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 أكيد. هني هدي هي. هذا هو الريضة اللي كان هضر عليه. كينا الناس اللي عندهم. نحن عنا هضر رعا وتاني على الناس اللي عندهم. اللي هما دك الطمع ودك الجاشع اللي كيمقى غير كياخد. واشخص كله مازال. واشخص كله مازال. واشخص كله مازال. تك تحس به. يعني أنتك تعطيهم تحس به أنه. حس به أنه خير كياخد منك. لأنه هو عارف أنه عندك. كيني الناس مثلا اللي كتكون. مثلا الخدمة ماشي دياله. يعني أنا خدمة مع ناس. وعطاوني مواد لي غير نخدم بها مثلا. بتيس أنا غيك نضيع. عليش. كيني قولك شنقصهم. ماشي ديالي. ماشي ديالي. وهم عندهم. ولكن هادك رضايا. أنت مكتضيعها يا راسك. وهم من ناحية أخرى. هما ربي ركا يبارك ليهم. وربي ركا يعطيهم. عليش لأنك أنت اللي كتضيعهم. وما كتضيع غير راسك. أنا أقول لك وحد السيدة. وصلت لك وحد السيدة. لن تضيع غير راسك. أنا أقول لك وحد سيدي. وصلت لاني وصلت لها. يعني. البدا. من الناس اللي مك يعجبنيش. أنني متوازينة. مكن ديالي ولا ماشي ديالي. ما كان نضيع شي. ولن طعمت الشيء. كدت لا يسدي٨. ماشي حتى هاده الناس هاده. غادي خلصوا عندهم باش يخلصوا. لا يسديلي أنه نحنا هادك المرة غير كي ضيع. لا تستعمل الشراء سيضاع وبالتالي نحن نحتاج إلى هذا الماء لا ترى هذا الناس الذين يلبس عليهم وعندهم ويقدروا يخلصوا ولكننا سنرى الجهة الأخرى هي أنه يضاع شاهده من هذا الناحية وبالتالي الريضة من يكون هنا الريضة؟ لا كان يكون أنا رضي باللي عندي باللي مقسمني باللي إعطاني الله سبحانه وتعالى رضي بأنه هذا شيء كنا كنا نأمنوا أن هذا شيء من الله سبحانه وتعالى هذا شيء اللي مقسمني هذا شيء اللي يريد في هذا الوقت هذي سوف نكون مرتاحا لأن أمورها سوف تأخذوا حاجات تبينين كنوا على يقين كن على يقين أنك تعملها وانت حمد الله وانت راضي وانت عندك آمال أنها ستكون باش نحن ندروا دائما بالعمل بالسعي ننض نقلب ننفتش يعني عامل اللي عليك إلى أقصى الحدود يعني للنقطة الأخيرة وانت في نظارك أستاذ عائشة زعمه وحلال المستمعين غير فكره فيها زعمار بغير يخيفك أبدا إلا كنت تعمل الشغل ديالك كما هو كتسعة ما يمكنش وخما تلقى شتمر دياله هتلقى من بعد لأنه هي هنا هنا مسألة شنو مسألة ريدا وياقين وصبر وغا تلقى نحن في حياتنا أي واحد واحد فينا دعب وخب بعض الأحيان كوتشي نسمح لي نكون نحن مزرو هذا هو المشكلة لأنه يكون عندك اليقين أنه أرا غادي تجي لأنه أنا عملت العلية لأنه يجب أن تكون عمل لا ترى ما يأتيك بعده لا ترى ما في النتيجة تقني العمل ديالك وإذا تقنت العمل ديالك لا يكون نتيجة أكيد ستكون نتيجة لكن ستكون نتيجة فولدة نحن يكن ربي وعلمه هذا وهذا وهذه الله وهذه لا تصلح أنا 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 من خلال تجربتي مع أولادي والذي دفن ماشي معي على بره ولكن أنا ده بديت كنشوف أنا من يبدو كيخرجوك أقول يا ربي ما عرفتش أنا وشنو الخوف وهذا ولكن أنا بديتك بعض المرات كان قاشي حاجة لك يقوله والله إلى هذه أنا كنت قولتها بعض المرات كنشي واحد من أولادي يقول لك وانتي يا ماما قلت لي وقلت لي وقلت لي يعني التمار ديكل مجهود اللي عملتين اللي بدلتين اللي بدلنا أنا ولبهم وبالتالي هنا يا على هذا التمر هادي شفناهم وحنا في ذاك العام ولا العامين اللي ودبتها ولا ودب إحنا يا رجال عادة بدينا كنشوفوا ذيك التمارات أو لو كتلقين ناس اللي معاشرهم كتقول لك تربية حسنة الله يعمر لهم الدار اللي ربهم وهذه وهذه بديتك تشوف التعب ديالك بديتك تشوف التضحية ديالك بديتك تشوف المجهودات ديالك وهلا شنو؟ أنا كترتاح هنا أنا أنا كنقول لك من خلال تجربتي كنقول الحمد لله أنا رادية أنهم خرجوا بهذا المبادئ اللي مشوا بها وهذه القيم أنا رادية أنا عملت اللي علية وبالتالي يعني ذاك الخوف ما نقول شي أنا إنسان أنا أم كان بقى أنا أم قبل كل شيء ذاك الخوف ضروري ما يكون ولكن مني بديت كنشوف الحمد لله وشكرته ورادية الحمد لله وأنا كنقول لك الكامل لله وحنا كاملين نواقص إلا أننا خصنا نتقبلوا هاد النواقص ديالنا نكونوا رادين عليها ونسعوا أننا نبدلوا مجهود باش نكونوا حسن وحنا كنقوا دائما فوقش ما صلحتي شي حاجة كتبالك في راسك شي حاجة أخرى شنو هو الإنسان اللي كيكون واعي وعارف شنو كيعمل هو ذاك الإنسان اللي كيكون فوقش ما صلح شي حاجة فيه شي حاجة نقصة عاد كتباله شي حاجة أهاكي يقول لك فيها هادي وهادي 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 هادي هادي ثاني خصنين وبدل فيها وحد المجهود هلاش أنا غتكون فيها هاد النقطة هادي السوداء أنا ما كنستحقش أني نكون هاي بلعكس أنا كنستحق ونكون حسن وحسن كان الناس يكونوا في الخدمة لهم أستاذ عائشة اللي بولينا كانوا داخلين بلغة وحدة كيعمل ولو كيعرفوا الإنجليزية خدم على رأسه وبيتساري ترقى تعتطلو حاجة خرين علش لأن خدم على رأسه ساعة عمل مجهود خدم من وقته خدم من فلوسه لأنه مشي أجي وتعلم لغة أخرى كي يخدم كاتخرج من الخدمة وكاتفورمي وأنا وأنا كنت موحدة من هاد النس هادو اللي كان خرج من الخدمة ونمشي ونن وننخلص فلوسي ونقلص 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 شي حاجات أخرين لأنا بغيت أني نطور نفسك فيه نفسي كين مثلا شي حاجاتي كي تكون فينا كإنسان نحن كامرين كين فيه الحسد والغيرة وبالتالي أنا مني كان نقلصي أن فيه هاد مثلا هاد قضية دي الحسد والمقارنة نخدم على رأسي نطور من رأسي أها كين هادية لش نعترف أنا بيني وبين رأسي كين مثلا أنا فهد المقارنة مع هاد السيدة ولكن أنا علش شنو هو شنو عمله هو علش هو هيدا هو عمله وختم إذا انت سينا قد نعمل أنا قاما نقاشي نبديها في هادك نبديها في راسي نحن بعض الأحيان نشوفه نظر للوقت نختم بهادي كوتش ماليكة نشوفه أنا بعض الناس يعني كنقول الله وعندو معطي وهم يعملوا تشي مجهود ولكن انت أعود ربك يعطيك في الأشياء اللي ما كتعملش عليها تنتم جهود هم ديالهم كتبها لأنه بنسبة لي لك هذي واحد الحاجات انتينة ما عندك شو انت عندك أيضا الحاجات عود لي ما كتب ديش فيهم مجهود وربية عطيهم لك كل شي ربي عود ربي مزول كل شي دي الحاجات أخرين لذي كأقول لك أن نحن في هاد مواقع التواصل الاجتماعي نشوفه نشوفه غال المظاهر نحن ما نشوفه شنو كين موارق الكواديس شنو كين الحقيقة شنو كينة رنواقس كاملين في اللي عندو كتير عندو بزاف شوية أكيد عندو شي حاجة عندك انتينة هو ما عندوش أكيد أكيد وعليش ما نرداش بدك شي اللي يعطاني الله سبحانه وتعالى وبالتالي أنا كنقول يعني نختموه بأن الريضة شي حاجة اللي هي أول حاجة كتعطيك كتعطيك واحد للاتصال بالله سبحانه وتعالى كتعطيك واحد السكون واحد طمأنينة أنك اللي عندك في نفاذ الوقيتة هذه وكتعطيك واحد حاجة أخرى أستاذ عايشة كي يعطيني أنا نزيد القدام ما يبقاش وقف فلاصي ما كنشوفش اللور ما كنشوفش للناس اللي معايا ولكن كنشوف راسي فين أنا نقطة اللي أنا فيها وفين غادي نمشي وغا نعمل جهودي وربي غادي يكمل عليها أكيد بدوني هدي بدوني شك واضح واضح تبارك الله عليك كوتش مالكا حل حل كنكون سعيدة دائما شكرا لك الله يبارك فيك شكرا مرحبا